التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوسوكي سرايا رئيس شركة سرايا العالمية والتي ستطلق أول مشروعاتها غدا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور سفير اليابان لدى القاهرة وعدد من مسؤول شركة سرايا العالمية وفي مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان ومؤكدا أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة التي تنفذها اليابان على أرض مصر ويضم المشروع مجمعا صناعيا مقسما إلى أربعة مصانع سيخصص جزء من انتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة حيث يعد هذا المجمع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط وأول مشروع ياباني يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترجمة نانسي قنقر